recording in this computer recording المسيج وصلتكم طيب احنا بس للأسف أنا كنت يعني مسكر المايك بالغلط يعني فبدي أرجع مرة تانية بس عيد السيليكشن الجدول هذا الأوبريترز اللي هي الأكبر والأصغر أخذنا أخذنا أبسط أنواع الف statement اللي هو الف boolean expression then statement or statements وانتقلنا أخذنا النوع الآخر اللي هو if condition then do something else do something else إذا كان الشرط هذا ما تحقق وصلنا عند what is true what is false متى بكون الشرط true متى بكون false على سبيل المثال أي حاجة ما عدا الصفر وما عدا null string وما عدا empty list يعتبر true فمثلا إذا كان عند قيمة واحد يعتبر true 100 hello a b minus one كله يعتبر true إذا كانت قيمة متغير ما هي صفر أو null string أو empty list تعتبر false خذ على سبيل المثال المثال الموجود على الشمال x بتساوي 0 y بتساوي 0 fx شو معنى هذا fx لاحظوا ما قارننا ما قلنا fx equal 0 أو fx أكبر من 0 لا قلنا fx فقيمة x قديش أمامكو قديش قيمة x سهل 21 هون هون على 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 الشمال هون قديش قيمة x 0 0 معناته 0 بقولك 0 number or empty object بتعني إيش false معناته false معناته وين راح ننفذ else معناته شو راح يطبعنا false أوكي طيب تعال هون x بتساوي ناقص 91 fx الآن x قيمة أي قيمة ما عادة 0 وما عادة ننل وما عادة ال empty list تعتبر true فشو راح يطبعنا راح يطبعنا true واضح واضح ولا في مشكلة ولا أعمل عليها مثال خلينا أعمل عليها مثال هنا بالبرنامج الآن هاي هيك الآن x بتساوي 0 fx fx then print false true تمام else else print false طيب انتبهوا x قديش قيمتها قلنا 0 والصفر شو يعني false معناته وين راح يطبع راح يطبع false هاي النتيجة هون اذا شو طبعاً اذا شو طبعاً طيب لو غيرناها لا empty شو يعني empty null مش empty null null يعني string think فيهوش ولا اشي شو بعني بعني برضو false بعني برضو ايش false اذا شو النتيجة راح تكون false طيب لو قلنا له list والليست هاي empty الليست هاي ما لها ctrl z pi هاي اوكي empty list برضو هاي شو راح تكون راح تكون false طيب لو قلنا ناقص واحد الناقص واحد قيمة وبالتالي لا تعتبر false تعتبر يش true لاحظوا النتيجة شو طلعت true لما قلوه هون fx زي كاني بقوله fx is true fx is true متى بتكون x true بعتمد على قيمتها هون ما عملت مقارنة يعني هون لو جيت قلت له fx equal equal مثلا minus 1 بصير بس يش انا قاعد بقوله افحص لقيمة x لما بفحص قيمة x هو بعرف انه اذا كانت لقيمة x اي قيمة ما عدا الصفر وما عدا null string وما عدا empty list معناها true اوكي معناها مين اللي بتنفذ تنفذ هذا الجزء وإلا بتنفذ الجزء الآخر واضح يا شباب العملية بسيطة طيب نرجع لموضوعنا هون اذا لاحظوا every boolean expression has the form expression boolean operator expression طبعا الboolean expression الشرط اللي بيكون مع الif statement ممكن يكون شرط بسيط لما تيجي تقول ثلاثة اكبر من اثنين شو النتيجة راح تكون true ممكن تقول خمسة زائد ثلاثة أقل من ثلاثة ناقص اثنين وبالتالي الأولوية للعمليات الحسابية بيجي بيجمع خمسة زائد ثلاثة قديش ثمانية ثلاثة ناقص اثنين واحد ثمانية أقل من اثنين فولس طيب بيجي الآن بدي يقارن string مع integer هل يجوز لا لا يجوز لا يجوز لأنه هذا string وهذا إيش integer وبالتالي شو راح يعطيني error لا تجوز المقارنة هون كانوا لي compare similar types or types like each other لكن لو حولنا هذا الone إلى integer باستخدام الcasting integer of one صارت الone هاي بدل ما تكون string صارت integer واحد أقل من ثمين نعم true أوكي الchain comparison معناه إنه أنا بقدر أقارن something بأكثر من operator على سبيل المثال لما أجي أقوله هون x بتساوي 5 أقوله اطبع 0 أقل أو 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 0 أقل أو أو أقل من x أقل أو 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 y 5 أقل من 1 بنفذ من اليسار لليمين x محصورة فعلا 0 أقل من 5 نعم 5 أقل أو 9 5 نعم نعم هان 5 النتيجة أقل من 1 false نهائي الخمسة مش أقل من 1 الناتج اللي هون إنه true تمام فهذا لا يعني إنها إنه الخمسة هاي أقل من واحد هالخمسة أقل من واحد فولس هذا لا يجوز يعني هون عملية الحين الحين كومبارجن بايثون حين كومبارجن يعمل كما تتوقع في ماتيماتيكال إكسبريشن زي ما بتشتغل بالرياضيات بتشتغل معك بالبايثون طبعاً أنت بتقدر أنك تحولها باستخدام الاند والأور والنط مثلاً صفر أقل أو تساوي اكس أقل من عشرة تقدر تحطها اكبر أو تساوي صفر اند اكس أقل أو تساوي عشرة بدنا ننتبه لجدول لجدول الأولويات مهم جداً لأنه صار عليه تعديل الآن دخلت فيه اللوجيكال أوبريشنز أو الأولوية دائماً وابداً لم ينقلناه للأقواس الكل الماشي معي مهم جداً هذا الجدول البرزيدنسي تيبل أولوية لم ينقلناه للأقواس وإذا كان فيه عندي قوس جوا قوس جوا قوس الأولوية بتكون لمين للقوس اللي جوا أيها القواس الداخلية ثم الخارجية يليها الباور أو الباور اللي هي الستار ستار بعدين البوستيف نيجاتيب اللي هي اليوناري أوبريشن نكتعط الرقم إشارته بعدين ضرب قسمة باقي قسمة قسمة صحيحة من اليسار لليمين من اليسار لليمين نفس الأولوية بأخذوه آخر شيء لبلس ما ينصدو الأرثيماتيك بعد الأرثيماتيك بتيجي اللوجيكل أو البوليان أوبريترز البوليان أوبريترز أقل أقل أو يساوي يعني أول شيء بنجري العمليات الحسابية بعدين منقارن أكبر أكبر أو يساوي لا يساوي أو يساوي طيب بعديها فيه شيء بسموه اللوجيكل كوننكترز الروابط المنطقية النط الأولوية لمين للنط بعدين لمين للآن بعدين للأور إذن لاحظوا نط أند أور نط أند أور رحفظهن هيك النط لها الأولوية لعلى والآن ثم الأور على سبيل المثال هاب زيرو أقل من AINT أقل من ثلاث خلينا ننفذوا على السبايدر عشان ما تقولوش إنه بدنا ندرس من السلايدات لو قلنا واحد أو هون أعطينا مثلا آآ الإكس بالميموري قديش قيمت الإكس بالميموري هاي هنا قص واحد صح ولا لا لو قلنا واحد أقل من إكس أقل من أربعة الناتج شو شو الناتج برايك ها شو الناتج فولس فولس لأنه النقص واحد واحد مش أقل من نقص واحد طيب لو قلنا واحد أقل من إكس أنت إكس أقل من أربعة مش شاي تعني نفس اللي فوق فولس مش تعني نفس اللي فوق هاي شو تعني تعني إنو الإكس محصورة بين واحد وأربعة يعني واحد أقل من إكس وإكس أقل من أربعة أنا حطيتها هون باستخدام نفس الإشي أنت إكس معناته روح تعطيني نفس النتيجة إجباري وهاي نفسها ممكن أحطها دولة بين قوسين ها وحطها دولة بين قوسين للدلالة على المقرؤية بتصير أحسن طيب شو النتيجة رح تكون نفس الإشي فولس طيب لو جيت الآن حطيت هون بدل الآن حطيت أور شو الناتج على السريع true أكيد true الشق الأول شو نتيجة فولس والشق الثاني true false or true true حسب جداول الصواب ماشي الحال طيب لو قلنا واحد أقل من إكس or إكس أقل من أربعة and إكس not and إكس أكبر أو تساوي اثنين هذا تعبير logic الأولوية لمين حسب الجدول هذا الجدول هايوا قدامكم الأولوية لمين لل and بعدين or صح ولا لا طيب ما دام الأولوية لل and معناته شو راح نفذ أول شي ال and إكس أقل من أربعة and إكس أكبر أو تساوي اثنين صح هل هذا true false false طيب وهذا false false or false النتيجي النتيجي نصبط أو لا طيب لو قلنا له not واحد أقل من إكس and إكس أقل من أربعة العولوية لمين لل not لل not واحد أقل من إكس هل هذا صحيح false not false شو بصير هاي كل ياتا شو بصير true 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 and true 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 and true true وصلت الفكرة دكتور بص إكسامبل تسعة لح كنا ترو نعم أي إكسامبل تسعة رقم تسعة لح لا هو بنفس الجدول الجدول المدخلات N9 هون لا بالبرنامج لسبايدر طيب هاي البرنامج شو تسعة ما فيش تسعة شو تسعة لا المدخلات الN يعني الN9 هيك ليش حكينا true واحد أقل من X واحد أقل من X false هاي false وهاي شو true false or true لما يكون عندي عبارتين بجداول الصواب بالرياضيات العبارة الأولى صائبة والعبارة الثانية خاطئة مجموعات بالأو صائبة أو خاطئة صائبة صح أو لا الأور بتكون صائبة دائما وأبدا إلا في حالة وحدة بتطلع خاطئة إذا كان الثنتين false الآن عكسه تماما دائما false ما عدا حالة وحدة إذا كان الشقين true صح الجداول الصواب بالرياضيات خلينا نرجع لهون نحكي عن جداول الصواب truth truth tables هاي اللي truth tables هاي بنرجع لهون مش مشكلة قلينا هون and truth زيرو آند زيرو النتيجة ايو قدامكم كل شايف زيرو 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 آند وان زيرو متى بتكون اذا كان عندي تو الاولى الزيرو معناها فولس والون معناها ترو متى بتكون الآن ترو العبارة النهائية اذا كان الثنتين او الشقين الترو ترو الور متى بتكون فولس اذا كان الثنتين فولس ومن الباقي ترو فيه الاكسكولوسيفور اللي هي نت اور وفيه عندي النت فيه عندي جداول صواب طبعا هاي الجداول الصواب فيما بعد رح تكون الديجيتال سيركت اللي هي البوابات المنطقية اللي بتتركب منها الاجهزة من جوا تمام بس على العموم احنا هذا مش موضوعنا وصلت الفكرة ليش ترو ليش فولس وهذا شرق كمان مفصل لوجيكلي زيرو اقل من AINT اقل من ثلاث is actually هو بالواقع زيرو اقل من AINT AND AINT اقل من ثلاث يعني هات الشين نقدر نكتبه على هذا الشكل طيب اذا كانت خمسة صفر اقل من خمسة نعم وخمسة اقل من ثلاث فولس فترو AND فولس النتيجة شو رح تكون فولس note parenthesis are not necessary in this case الاقواس مش ضرورية ولكن اذا كتبتها افضل ليش افضل لانها بتعطينا انطباع احسن ومقرؤية اكتر للبرنامج always return true or false البوليان oppressor and or are different in that they can retain values that are represented true or false they have short circuit شو يعني short circuit اذا كان عندك or اذا كان عندك or واول اول شق من or كان true في داعة تروح تفحص الشقة الثاني لا لا انو اكيد true ممتاز واذا كان عندك and واول شق طرع معك false في داعة تروح تفحص الشقة الثاني لا لا انو كمان اكيد false اكيد false فعشان هيك بسموها short circuit اذا بين واحد من الoperators عندك بعض الاحيان مش بحاجة انك انت تروح تفحص الشقة الثاني وبدنا نظل متذكرين انه zero والنull string والempty list بعنين false دائما وابدا anything else is equivalent to true طيب وبدنا نتذكر كمان بعض الشغلات بالنسبة للassignment احنا قلنا الassignment في عندنا left hand side equal right hand side طيب نستطيع نستطيع ان نقول ما يلي طبعا انا اعطيتها بس بدي ارد اعطيها مرة ثانية لاحظوا انا الان بقدر اقول اي بتساوي خمسة تمام الان بقدر اقول بي بتساوي اي الان لو طلبت اي وطلبت بي معناه انو ايش خمسة خمسة اثنين صاروا بالذاكرة صح ولا لا طيب طيب هل بقدر اقوله اي فاصل بي بتساوي سبعة فاصل ثمانية شو يعني هاد يعني انو اي قيمتها قديش سبعة والبي قديش قيمتها ثمانية وهذا صحيح مية بالمية طلوا بعد ذاكرة شو صارت قيمة اي سبعة وقيمة بي ثمانية يعني لو طلبت اي الان منو بعطيني سبعة ولو طلبت بي بعطيني ثمانية طيب بصير اقوله اي فاصل بي بتساوي سبعة فاصل ثمانية فاصل تسعة لا لانو في قيمة ما الها متغير ما الها متغير وين بدها تروح بدها تروح بالفضاء وبالتالي هادا شو رح يعطيني ايرور لكن لو قلت له اي فاصل بي فاصل سي بتساوي سبعة فاصل ثمانية فاصل تسعة اتس اوكي بصير عندي القيمة موجودة لسي سي قديش تكون قيمتها تسعة بناءا علي بناءا علي اذا كان عندك قيمتين بالذاكرة طلوا على اي وبي اي قديش قيمتها امامكم سبعة والبي قديش قيمتها ثمانية طب لو بدي ابدل اي مع بي يعني يعني قيمة بي اقول لها روحي على اي واي تعالي على بي شو اسوي نبدل قيمتها من حتى مانية سبعة تسعة انتبه كويس هاي عندك ايه هاي انا برسمه لكو الان وهاي عندك بي الاي قديش قيمتها سبعة والبي قديش قيمتها ثمانية شو اللي مطلوب المطلوب تجيب السبعة توديها هون وتجيب الثمانية توديها هون واحد جيز يقول ليش يا دكتور ما نقول ايه بتساوي بي هل هذا صحيح لا لانا القيمتين مش متساويات لا يعني انا الهدف اني ابدل القيمتين بالذاكرة قيمة ايه اخليها تيجي مكان قيمة بي وقيمة بي تروح مكان قيمة ايه فهل هذا يعتبر تبديل هيك لا هيك سويتم قيمة واحدة وشو صار بقيمة ايه الاصلية اختفت اختفت طيب لو قلت بي بتساوي ايه بتصير بي و ايه سبعة بتصير بي و ايه سبعة طيب والحل ممكن ارجع اخزنهم معلومات جديدة ايوه شو اسمك انتي شذاء كيف يعني يا شذاء واضحيننا اتجل انه بي قيمتها ثمانية و ايه قيمتها سبعة اه لا هيك ارجعنا من نقطة السفر لا بدنا بدنا نلاقي حل اخر بدون ما ارجع لاني بعرفش شو القيم بالذاكرة انا هون بدري لانه الذاكرة موجودة عندي لكن لو البرنامج تشغالها مش راح ادري تمام طيب الحل شو رايكو لو جبنا هيك مخزن وسيط مثل اه تي وروحنا اول خطوة اه خلينا نمسح هون نمسح هذا ونمسح هذا ونرجع هون نقول بدنا نودي السبعة هاي لهون يعني هون تي بتساوي ايش ايه شو صار قيمة تيه سبعة هاي الخطوة رقم واحد الخطوة رقم اثنين باقول له ايه بتساوي بي ايه بتساوي بي هاي الخطوة رقم اثنين معناه لما اقول له ايه بتساوي بي معناه كأني شطبت السبعة وشو صارت قيمتها هون ثمانية ثمانية طيب الخطوة اللي بعديها تي تي رح تصير قيمتها ثمانية اروح اودي تي لين للبي صح يعني بي بتساوي تي تنشط بالثمانية هاي شو بصير قيمتها سبعة بدلت القيم ولا ما بدلتها هاي الخطوة رقم ثلاث هاي الخطوة رقم ثلاث خلينا نجي نجرب هاد الحكي هون احنا عندي ايه قديش قلنا سبعة والبي قديش ثمانية لان بده نفذ الحكي اللي حكيناها قبل شوي بده اعمل متغير جديد اسمه تي وقل له تي بتساوي ايه تمام هاي الخطوة رقم واحد الخطوة رقم اثنين بده اقول له ايه بتساوي بي والخطوة رقم ثلاث اقول له بي بتساوي تي هاي عملية سواب تبديل ابدل قيمة مكان قيمة لان اذا اذا طلبت ايه لان شو لازم يعطيني انها ثمانية واذا طلبت بيه لازم يعطيني سبعة هاي ايه شو اعطاني ثمانية والبي سبعة وصلت الفكرة استخدمت مخزن وسيط اسمه تي طبعا انت سميه البدكيها تمب اللي بدكيها طبعا هاي العملية هي عملية تبديل موقعين في الذاكرة لاني بقدرش ابديلهم بعملية اسناد لكن البايثون سهلت علي المهمة بشكل كبير جدا خل رجع الوضع زي ما كان بدي احذف في الذاكرة وبدي انا وياكو رجع الوضع زي ما كان نقول ايه بتساوي سبعة صح؟ وبي بتساوي ثمانية اذا القيم بالذاكرة شو صارت سبعة وثمانية لاحظوا بالبايثون بإمكانك تقول A.B بتساوي B.A هذا بعمل السواب هذا يغنيك عن الحركة هاي اللي سويناها هون اذا هاي عملية ايش؟ السواب معناه A الجديدة بتساوي B القديمة وB الجديدة بتساوي A القديمة نجرب النفذ طلوا على القيم بالذاكرة كيف راح تتبدل على السريع تبدلت ولا لا؟ هاي ايه؟ وهاي B اوكي؟ في حدا مش فاهم شو اللي سويناه؟ في حدا مش فاهم؟ اللي مش فاهم يسأل بعيده اذا هاي عملية لسواب هاي شو منسميها؟ سواب تبديل قيمتين بالذاكرة بدي أبدل قيمهم ما بقدر أسننتهم لبعض بشكل مباشر لأنه واحد من القيم زي ما قالت سميلتكو قبل شوي بده تضيع وبالتالي أنا محتاج مخزن وسيط لكن هاي الطريقة القديمة لأن البايثون وفرت لي طريقة جديدة بتقول لي بما إنه أنا بقدر أعمل أكتر من مساواة بقول A فاصلة B بتساوي B فاصلة A تمام؟ وهذا بعني إيش؟ بعني بدل القيم مع بعضها نرجع لموضوعنا هنا داخل إذا لاحظوا زي ما حكينا قبل شويه هون الأسايمنت هون الأسايمنت with more than parameters بعطينا error هون عملية السواب الشرحت لكو إياها قبل شوي ولكن بايثون بتأمنها بدل ما نعمل السواب بالطريقة هاي إنه نحتاج مخزن وسيط مثل temp لا نقدر نقول A فاصلة B بتساوي B فاصلة A واضحة شباب؟ في نقطة مهمة جدا كمان في شي من سميل chain assignment شو يعني يعني بتقدر تقول A بتساوي B بتساوي C بتساوي عشرة شو معنى هذا الكلام؟ شو معنى هذا الكلام؟ تغيرات تغيرتهم عشر آه معنى هاي بتتنفذ من اليمين لليسار كيف يعني من اليمين لليسار؟ يعني بتبدأ من هون بتقول العشرة حطها في المخزن C بعدين المخزن C حط لياه في المخزن B بعدين B حط لياه في المخزن A معناها هذول القيم كل يات تمشوه راح تكون نتيجتهم هاي هم كل هم A والB والC كل هم عشرة 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 بس تعملت التنفيذ من اين بتبدأ؟ من اليمين لليسار أوكي؟ الأقرب للقيمة كيف نقول أنه الأقرب للقيمة؟ يعني يمين يمين هون هاي أول المساواة بعدين الناتج من هون اللي هو راح يكون C هاي المساواة الثاني تمام؟ هاي المساواة الثاني اللي هي B C equal B بعدين المساواة اللي بعديها B مع A تمام؟ هاي الشين assignment اللي هي أه اللي بقدر أعمل مساواة أه قد ما بدي من المتغيرات بدنا نيجي لأشي جديد طبعا الـ FLS احنا أه يعني أه طبقنا عليها وبجوزة خضنا عليها برنامج المرة الماضية برنامج جيش اللي أخذناه أوكي آه مش مشكلة أخذنا برنامج إذا بتتذكروا آه المعادلة التربيعية صح ولا لا مالكو صح يا دكتور صح طيب معنى مهول السكوت بعض الأحيان معنى أنكم مش ما أخذيني يا مساكين يعني حزنتوني طيب نيجي هون بدنا آه نحطها البرنامج التالي أنا وياكم نقول بدنا نعمل آه برنامج يحسب ترميز علامات الطلاب يعني إذا كان العلامة آه خمسين أقل ذا كان آه صفر أقل من مارك أقل من آه خمسين ثن آه فيل يعني أف تمام نعطي أف إذا كان خمسين أقل أو تساوي مارك أقل من ستين بدنا نعطيه آه A B C D E ماشي وإذا كان نتعلامته ستين أقل أو تساوي المارك أقل من سبعين آه بدنا نعطيه A B C D D تمام ترميز علامات الطلاب سبعين أقل أو تساوي المارك أقل من ثمانين بدنا نعطيه الرمز ياش C B أو C تمام تمانين أقل أو تساوي المارك أقل من آه تسعين بدنا نعطيه آه B طيب تسعين أقل أو تساوي المارك آه أقل من مية بدنا نعطيه A وإذا كان المارك آه خلص خلينا نضم المية للفترة الأخيرة هاي أقل أو تساوي خلص هذا الترميز بدنا نعمل برنامج طبعا أنا حطيته بكومنت عشان نظلم الذكرين بدنا نعمل برنامج اللي يدخل علامة الطالب ويقول لي آه شو رمزها يعني شو الرانك تاحها هل هي A ولا B ولا C ولا D تمام فشو المدخلات للبرنامج على السريع يلا قيمة العلامة المارك equal float صح كلامك مية بالمية input please enter your mark دخل علامتك تمام أوكي هاي المدخلات خلصنا منها شو بدي أسوي الآن print symbol الرمز كيف بدي أعمل print للsymbol ما هو symbol مشروط إذا كانت علامته من صفر لأقل من خمسين معناته هذا F وإذا كانت علامته طبعا هون هاي الشروط معنات شو أسوي بدي أحط المارك وقيمتها أيوة بدي أقول له هون F شو مارك وقيمتها F يلا يلا أول إشي أول إشي شو بدي أسأل إذا كانت العلامة زيرو أقل من مارك أقل من خمسين وهو رح يعطيني إفرامي صح شو بدي أعمل print يلا F بس طيب else شو بدي أقول هون مارك بين خمسين والستين يعني شو أكتب لا شو أكتب خمسين أقل من المارك أو أكبر لا شو أكتب بالظبط F L print P F الشرط الثاني إلا هو يعني إذا ما تحقق الشرط الأول بدي يروح يفحص خمسين أقل أو يساوي أقل أو يساوي المارك أقل من ستين طيب شو رح يسوي إذا هذا تحقق brand brand e e طيب else طبعا لاحظوا هاي else هون بتحتوي على F جديدة طيب إذا ما تحقق هذا الشرط شو بدي يروح يسوي هذا الأول ما تحقق أوكي إذا ما تحقق رح يجي هون على else طيب الشرط الثاني إذا ما تحقق رح يجي هون على else شو بدي يسوي هون F ستين أقل أو يساوي آي ومديرون نسأل سؤال ثاني إذا F ستين أقل أو تساوي المارك أقل من سبعين من سبعين then print ad d طيب else لاحظوا هو آتوماتيكيا ونكتب برجع else مقابل f طيب طيب ما تحققش الستين أقل من مارك أقل من سبعين اشتر الني كمان أسأل سؤال آخر F سبعين أقل أو يساوي المارك أقل أو يساوي المارك أقل من ثمانين أقل من ثمانين تمام then print print إذا تحقق print print c print print ما كان ثمانين اقل او يساوي. مارك. اقل من تسعين. اقل من تسعين. ثان. برينت. برينت. اللاحظوا المسألة قاعدة قاعدة بشو بصير برينت ايش? بي. بي. اقل او يساوي. ليش ايش? ليش ايش? خلص. اخر واحدة لانها. لانها اخر واحدة. شو بدها تكون? برينت ايش? اي. خلص. لاحظوا كيف هاي كل ياتها تعتبر جملة واحدة كلها تعتبر جملة واحدة يعني البرنامج هذا مكون من كم من جملة عندي من جملتين لاحظوا خلينا عشان نفهمها الآن إذا تحقق الشرط الأول هذا رح يتنفذ هذا الجزء إذا ما تحقق هذا الشرط بدي يروح على الجزء الثاني اللي هو هذا بدي يسأل هنا السؤال هذا إذا تحقق هذا الجزء رح ينفذ هذا إذا ما تحقق بدي يروح على الجزء هذا اللي هو الالس صح معاين تو الجزء هذا في جواته ف بدي يسأل السؤال هذا إذا تحقق رح ينفذ لك هذا وإلا رح يروح على أي جزء على الجزء الالس إذا ممكن ينفذ هذا وممكن يروح على الجزء الآخر اللي هو هذا والجزء الآخر اللي هو كمان النظر ف ممكن تتنفذ هاي أو بتتنفذ هاي فهمنا كيف؟ هذا شو بيسموه نيستد اف يعني اف جوة اف جوة اف جوة اف جوة اف شو بنسميه؟ نيستد اف اف او الاف المعششة لاحظوا نازلين احنا زي الدرج ولو زادت عندي الحالات مضطر اني كمان شو اسوي اضل اضيف في استيثمنت وبالتالي الامور شو بصير فيها بتكبر لو كان عندي حالات كثيرة طيب بدي ايش يعبر عن هذا الموضوع بطريقة افضل اذا هون بروح بالدعم الكلير لان لو جيت عمل ترنل البرنامج على اكيد رح يعطيني النتيجة المزبوطة دخلوا اي علامة بتكو اياها هاتوا علامة 95 95 95 بيجي هل ال95 محصورة بين صفر اقل من 50 لا بروديسل هل 50 اقل و تساوي 95 اقل من 60 لا هل 60 لا هل كذا لا هل كذا لا اذا شو بدي يطبع اي اي هاي اي هاتوا كمان اي حالة بدكو اياها خنحط 45 طيب هاي حالة الفيل خنحط كمان نعمل تستنج لالبروغرام خلينا نحط 75 سي البرنامج شغال صحيح بس شو مشكلته مشكلته انه هاي قاعد بنزل 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 الازاحات مهمة جدا ليش الازاحات مهمة لانه هاذ تابع للإلساي كله وهاذ تابع للإلساي وهاذ اللي هون تابع للإلساي وهاذ اللي هون تابع للإلساي وهاذ تابع للإفهاي هاذ تابع للإفهاي فكل ما زلت اكثر الازاحة شو بصير فيها لاحظة الازاحة قديش شون بسيطة الازاحة هون اكبر 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 لانها بتتيجي مقابل الشرط اللي بيخصها طبعاً في عندنا structure آخر بريحنا من النisted if بهذا الشكل اللي هو الف else كيف يعني هون else if بدل ما تكتب else if تكتب الف الف لاحظوا كيف بدنا نعدل على البرنامج الف منحط الشرط ها هون control x وهون منشير هاي وهون منرجع هاي لهون الف شو صارت خلينا نكتبه كلياته من جديد احسن هاي هيك شو بدأ اكتب هون الف ستين اقل 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 من يوسا والمارك المارك اقل من سبعين اقل لاحظوا بالالس ما كنا نكتب الشرط قدامها هنا لا بتكتبهن مقابل بعض ها اقل من سبعين مزبوط than برينت دي دي لاحظوا كيف هذا الشكل مقروع اكثر وبعطيك معنى اكثر الف سبعين اقل او تساوي المارك اقل من ثمانين than برينت طبعا هون بدك تنتبهنوا لبرينت بدك تيجي مع الازاحة برينت شو نقوله سي تمام هاي الف الشرط اللي بعديه ثمانين اقل طبعا هاي بتغنيك عن الالس الف اللي كتبناها قبل شوي بس هون لاحظوا هاي الف الف هسا رح تشوف وين نكتب الالس طبعا ثمانين اقل او تساوي المارك اقل من تسعين than برينت الف نتبهب باخر جملة ايوة كلها تعتبر جملة واحدة هاي بي صح الف اذا من تسعين اقل او تساوي المارك اقل او تساوي مية than برينت ايه تمام الالس اوبشنل شو يعني اوبشنل اختيارية لغاية وين صح طيب اذا واحد رح مدخل لنا قيمة ناقص اثنين للمارك اي حال اللي بدها تنطبق عليها ولا واحد منهم معناته معناته الادخال غلط معناته هون في عندي else باكتب له معناته هذا الشخص كاين مدخل غلط برينت bad صح او لا خلص هاي كلها تعتبر جملة واحدة اف اتحقق هذا الشرط اطبع هاي ايه 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 45 شو لازم يطبع عندي fail قبل شوي دخلنا 95 هاي 95 طبع عندي ايه اذا شغال البرنامج صح طيب لو دخلنا ايش غريب مثل ناقص 2 شو اعطاني ولا واحدة نزل فحص الحالات كلها ولا واحدة حققت شو اعطاني راح ال else ال else بتعني انه اذا لم تتحقق اي من هذه الحالات ها تعال هون دكتور اذا ما حطينا اه لو ما حطينا خيار ال else وحطينا قيمة مو ضمن الفترات بتعطينا error يعني لو شرنا ال else كلها هيك اه حطينا قيمة سالة 2 ولا ايش ما طبع ايش لانه لا يمكن يمر على جملة الطباعة الا اذا اتحقق الشرط ولا شرط يتحقق ما في جملة الطباعة راح يمر عليها وانا قلت ال else ما لها optional اختيارية وبالتالي مهمة بالحال هاي ليش لانه اليوزر ممكن يدخل ايش غلط ايش فاذا دخل ايش غلط شو بن نقول هون print يعني your input is not fit to any case او حط اي ميسج بتكي اياها لليوزر تلاحظة هون ما طبع ولا شي ليش لانه ولا جملة ما رح يعطيره لانه هاي optional اختيارية لل if الف if else هذا التركيب شو اسمه if else لاحظوا هون لما نقوله ناقص اثنين وقولك your input is not fit to any case ادخالك لم يتوافق مع اي حالة او bad input او اي مسج بتعطيها لليوزر هاي السيليكشن اللي منسميه if الف else واضح if boolean expression sweet الف boolean el الف 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 اخر اشي وهذا مثال عليها هاي مثال عليها if m اكبر وتساوة وتمانين if الف الف اخر اشي else انا اعطيتكم مثال حي على ترميز علامات الطلاب وهذا نفس المثال تقريبا اللي انا اعطيتكم اياه الف الالف قدامها الشرط لكن الالس ما في قدامها الشرط انتبهوا هذا كله يعتبر تركيب واحد واضح في حدا عنده اي سؤال منكون كمن ال f البسيطة ال f else ال f الف في حدا عنده اي سؤال الله يعطيكم العافية المرة القادمة نبلش بالربط او التكرار حطيتلكو انا اكتيفتي المرة الماضية صح او لا صح احطلكو اكتيفتي على ال f هيك اكتيفتي على علامات اه يستانس فيه اه طبعا عليه علامات مش عليه علامات متابعة مشاركة اذا نقص على الواحد علامات وشفنا انه مشتغل اثنين الو هدف افضل من هيك انه لما تخش على الامتحان تخش وانتي معك حصيلة لانه انا ما بدي تروح تحله وتجيب حله جاهز من النت لا بدي انتي تشتغل بيدك حتى لو كان خطأ مش مهم تشتغل بيدك الهدف انك تتقوى عشان الامتحان وسلمته خطأ ولا صح I will consider it for you I will consider it for you بحاعتبره إلك بس ايش بدي ياك تشتغل بيدك عشان تتعلم هذا هدفي واضحة شباب تمام دكتور الله يعطيكو العافية ايه شهر لاتشتغل بيدك ايه ايه بس ايه